لا لا تنقضي و لا عجينة من الداخل يعني ما كينش ديك اللي العجينة اللي الأغلبية ما كيبعوهاش تبقى الداخل عندوزو باش شوفو الطريقة و المقادير اللي غنحتاجو للرغيفات هنا يا كيف ما كتشوفو يعني ثلاثة الحاجة عندي بالنسبة للتزيين أنا هنه يا غادي نحتاج الزنجلان واللوز إفالي كيف ما يبقى لكم الاختيار في تزييني إما بغيتو تخليوا غيز زنجلان ولا بغيب اللوز و عندي هنا يا هدا هو الأساسي هي مصة و خالدري من نسبة هدي للناس في اسبانيا أولا في أوروبا راها وكي اللي كيقول لها بطفيتي في المغرب العجي المورق وصفي يعني بلا تمارا غيقطع وقلي وعسل اندوزو باش نشوفو الطريقة والطريقة دينا يعني راها سهلة وراها معروفة كان نخدو الورقة دينا وانتوما كيفما كانت شوفو يعني الناس اللي في أوروبا راه هدا مرخص غي المصة أخلري كانت بده من أورو ثلاثين وهي طالعة حتى كي نتلجج الأورو غادي نتلقو هكا بزيان خصتكن وقفة ويا الله خرجناها من تلاجة ما تبقاش سخونا خصتكن بردة سفيو غادي نبقاو ننقطعوها مربعة صغر بهذا الشكل هدا كيفما كتشوفو بالجرارة نحاولو نديرها بالجرارة باش كتخلي ديك ديك رشيفة ديالا هكدك بذيك الزواقات كتبقى فيها وصفي غادي نقطعوها على شكل مربعات صغورين او لمستطيلين يعني كيفما انتو ما تشوفو القياس اللي يخصكم يعني من الاحسن هادو كيبقاو صغارين باش كيجووا في التبصيل مزونين في المنظر وفي كل شي لا لا تنقضي انت للجوح دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان هادو وقتك يصلحوا الشي عراضة ولا مني كيجو شي ضياف على غفلة كتشي غوتي كتشوفيها سهلة غيقلي وعسل وزيين باللوز ولا بالزنجلال ولا بولي عندك صافيو كنزهم في اول حاجة كنديرهم في الورقة هكا ديال الكوزينة باش غير غير كيشدوا راسهم صافيه حتى شمرا ما كيهزوش زيت بزاف بحالي كيهزوهم الرغيف العاديين لا لا تنقضي أنت للنجوح دواء رمضان أنا غادي نستمر هكدا تنكمل القياس اللي عندي كامل ديال المصة أو ديال العجي الموراق صافي نكملو وديك ساعات غادي نتلقاو باش نكملو التعسل ديالهم وتزيين ها هو طبق ديالنا أنا كملتو هانتم كيفما كتشوفو ما كيتفرتو ما تشي حاجة أنا اللي كيعجبني فيهم هما كيبقوا مقرمشين وهشاش في نفس الوقت وكيتنفخو هدا العسل عندي أنا كان باقي عندي مشبكية اللي صاوت في الدرورة نزلته عندي فالرابط اه زي تعليو حد نقيطة ديال ما تزهر باش كيتتلقها هايطا صافي وكن نزلو كل واحدة في ديال العسل نقلبو هكدا على جوج جهات على جوج مرات ونهزو نحطو فو حد طبصي اللي يبقى عندنا لا ما تحتاج تديرو الى صفايا لا تشي حاجة نيشا في الطبق وننضر دروها هكدا كيفما كتشوفو الزنجلان انا هنا يعني ضفت وحدين درت لهم الزنجلان ووحدين هكدا اللوز ايفيلي بغيتو تحمروه تقدروا تحمروه هنا كيعجبني بقى بديك اللون بيض مع الرغيفة منيك التهسل سافي أنا هكدا غادي نكمل حتى نعسل الرغيفة اللي عندي كاملين ونطلقوا ان شاء الله باش نشوفو الشكل النهائي ديال الرغيفات ديالنا حتى ديك العجينة حتى ديك حالي كتبقى من الدخل في الرغيفات العادية اللي كنا كنا نعجنوهم بالعجينة وعاد ناقص تمارا من فوق هاتش هذا كامل وبنين انا كنقولكم يعني غير جربوه انتم كيفما كتشوفو وراء كيبقى بشاشين ومقرمشين هده هي اهم حاجة اللي كيعجبن احنا في الرغيف هما انهم مقرمشين كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي والوصفة لدينا الاعجاب ديالكم وتشاركوها مع احبابكم واصدقائكم شكرا والسلام عليكم شكرا